شيخ أنا الآن أعمل في الجمعيات ممكن تقريبا من تسع سنوات أنا ما أعمل في أيتام يعني في جمعية الويدان لكني بشكل عام في الجمعيات كنت أرى دائما أغلب المتبرعين أغلبهم بلا استثناء يبحث عن أيتام يعني في مجالات أخرى جمعيات صحية أو إلى آخر والله يا شيخ حتى من ممن يخرج الزكاية يبحث عن جمعية أيتام وهذا شاهدت أو كنت أعاني في جمعية جمعية ليس أيتام فكنت أعاني يا جماعة ترحلنا بعد نستقبل لكن كان يقولون نبي أيتام شيخ ليش هل اهتمام باليتيم بشكل عام الثقافة موجودة يا ربك الحمد في مجتمعنا الكريم أنه اهتمام كبير جدا وعظيم باليتيم ربما أن شيخ إجابة عن هذا السؤال ثم تتكلم عن تجربتك شيخ أنت لك تجربة جيدة في مسألة نقول العمل في أوساط الأيتام في البداية حقيقة أريد أن أشير لما قاله الأستاذ حفظه الله حينما أتحدث عن الشروط التعجزية أن أقول ما أجمله من تعجز يا سلام راق لي كلامه أنست بحديثه كأنه يقولون للناس خذ اليتيم وعيده لي مبدعا متألقا قائدا هذه رسالتكم خذ هذا اليتيم نسلمه لك طفلا لا تسمع منه إلا بكاء ولا يحرك شفتيه إلا بحثا عن الحليب قدمناه لك قطعة لحم صغيرة أعده لنا مبدعا مؤثرا من خلال الشروط التعجزية وهنا يكمل الجمال حقيقة جمال مثل هذا التفكير التفكير الرائع الذي من خلال تتبعي لكثير بين قوسين ملاجئ الأيتام دول الأيتام في العالم ما وجدت هذه الفكرة كأنهم أعادوها إلى سيرتها الأولى إلى سيرة السلف حينما كانوا أيتاما وتربوا بين أيدي علماء احتضنوهم في بيئات مناسبة الجمال في موضوعكم أن اليتيم ثم أشير إلى سؤالك لم أنسه أنه بإمكانك أن تعيش هذه الأجواء الجميلة من خلال مجالين المجال الأول هي الفكرة الرئيسة أسرة تحتضن يتيما لنفرض أنني أنا سأعترف أنني لا أستطيع أن أحتضن يتيما في بيتي وقد تكون كذلك وأنت كذلك لكن بإمكانك أن تشارك في وقف قد أعد لهذا المجال فلا تقف سلبيا لا تقف سلبيا تقول نعم أنا لن أحتضن يتيما هو أمر أتمناه لكن ظروف لا تسمح أوضاعي الاجتماعية لا تناسب قرار سهل ليس بالسهل نعم ليس سهلا ليس سهلا ولاحظ يعني أين يكمن هذا الإبداع في كلام الشيخ هذا ما فعلناه مع أطفالنا الذين خرجوا منا ما فمعناه معهم هذه الأشياء لكن فعلتها مع يتيم قد تراه مجهول الأب مجهول الأم فعلتم معهم أشياء ما فعلناها مع فلذات أكبادنا مع أطفالنا وهنا في الحقيقة اليتيم إذا كبروا بعد ذلك وعرف حجم ما بذل من أجله سيقدر هذا الصنيع وسيخرج حقيقة شاكرا لما رأاه وشاهده بالإضافة كما قلنا اليتيم إنما يخدمني لا يخدم نفسه لأنه الأجر الذي أبحث عنه لماذا يهتم الناس بالأيتام فعلا وكم من إنسان أقابل بين فترة أخرى يقول لك أريد أن أكفل يتيما وهذا كثيرا في الحقيقة حينما تقدم له هذه النبذة إجمالا لو كان سمعها عبر خطيب أو محاضر عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الأنبياء وقضية هؤلاء العلماء العلماء الذين نشأوا أيتاما يتحمس أنه يتمنى وقد فقد مبدعا بين أبنائه أن يراه في يتيم يكفله وخاصة إذا رأى مثل هذا الكلام في الانتقاء يقول أنا أريد إنسانا لاحب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له لا يوجد أعوضه بيتيم أرعا فهذا حينما يدعو لهذا اليتيم وان الذي أكفله يكون له ذلك الأثر أمر آخر وهو أعظم ما تجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يستخدم لغة الإشارة كنوع من تأكيد المعلومة فأشار للشباب السبابة الأسطى ما قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة وبدأ يلتفت برأسه يمنة ويسر لا أشار بأسبوعين حتى تلتصق هذا أنا وهو أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أنبيه أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة فحينما ترى هذا المشهد وهاتين الأصبعين في الحقيقة تتحمس وخاصة أنه لا يكلفك شيئا أنت لك راتب يعود إليك كفالة هذا اليتيم الذي أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام دخولا في الجنة لا يشكل قيمة كبيرة ضيف يأتيني تجد بعض الناس كرماء يستقبل ضيوفه بين فترة وأخرى قد يدفع ألف ريال شهريا يكرم ضيفه ألفين ريال الضيوف يأتون غدوة وعشية فهذه الأموال الطائلة التي تدفعها للضيف نعم من كان يوم بالله واليوم الآخر فاليكن ضيفه لكن بإمكانك بأقل القليل بدل الألف تدفع مئة أو مئتين أو أقل أو أكثر تكون في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان العاقل حينما يحسبها كمعادلة رياضية أنا كل من أتاني ضيف أكرمته واغدقت عليه بالطعام والشراب ودفعت من أموالي حينما أحسبها كميزانية قدمت له شيئا عظيما طيب ألا يمكن أن أغدق على يتيم بمال قد يشكل عشر في المئة مما أقدمه لضيفي حينما يأتي حينما تفكر بمثل هذا الأسلوب هذا يجعلك في الحقيقة تندفع وخاصة أنه أنا أقول دائما أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل تقول يتيم أريد أن أدعمه وأن أعيش مع حالة يتيم كل يوم هذا يفعلها البعض وأن يعجبني هذا التفكير الجميل يقول أنا أفكر بحديث البخاري حديث عيشة رضي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال أدوامها وإنقل يقول أنا مع صبيحة كل يوم أدخل إلى حسابي أقدم ريالا قد تستصغيره ريال أقدمه لداريتام ريال هذا الريال في إحدى الأوقاف التي كانت على شبك قنوات المجد كان أغلى بالمتابرة يعني أكتمال الوقف من الريال شكرا